موجة من الانفجارات اجتاحت لبنان بدأت بالبيجر وتلتها الواكي توكي أو اللاسلكي فوقع فيها مدنيون إلى جانب عناصر الحزب فكيف أدى اختراق تقني إلى الإيقاع بحزب الله في عقر داره بعد أن طالما أشاد بمناعة صفوفه وشاهدين انفجارات الواكي توكي أمس تزامنت مع تشيع جنازات قتل تفجيرات البيجر قبل أمس ونشبت حرائق في شقق سكانية وسيارات نتيجة الانفجارات الأخيرة في الأجهزة التي يستخدمها عناصر حزب الله وأعلنت وزارة الصحة مقتلى أكثر من ثلاثين شخصا بسبب تفجيرات أجهزة الاتصالات كما أدت إلى ثلاثة آلاف إصابة أغلبها في العيون كما في أجهزة البيجر اتجهت الأنظار سريعا إلى معرفة منتج الواكي توكي الذي يحمل علامة تجارية يابانية وسريعا أيضا قال يوشيكي إنوموتو مدير شركة آيكم اليابانية لتصنيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية إنه يرى أن الأجهزة المنفجرة مقلدة وأنها تشبه أجهزة توقفت الشركة عن إنتاجها منذ عشر سنوات كذلك تبرأت شركة جولد أبولو التايوانية قبل ذلك من أجهزة البيجر المنفجرة ونفى مديرها هسو تشين كوانغ مسؤولية شركته عن صناعة الأجهزة التي بحوزة حزب الله زعيم الحزب حسن نصر الله كان قد وصف قبل أشهر الموبايل بالعميل القاتل وأنه يتجسس على عناصر حزبه لذلك يرى كثيرون في هذا الخطاب سببا لاعتماد حزب الله على البيجر والواكي توكي للتواصل على الرغم من أنها أساليب التواصل القديمة ما عاد يحتاج إلى عملاء ما هو جهاز التنصد بجيبتك هيدا العميل بتقلي وين عميل قللك هيدا العميل الخليوي اللي بإيدك واللي بإيد زوجتك وبإيد ولادك هيدا الخليوي هو العميل وهو عميل قاتل مش عميل من جويبه عميل قاتل يقدم معلومات محددة ودقيقة بعض الخبراء يرجعون سبب الانفجارات إلى اختراق موجة الاتصال المستخدمة لدى حزب الله بحيث يحدث تحميل زائد على البطارية فتنفجر هذه إحدى الصور المنتشرة حديثا على مواقع التواصل للاسلكي منفجر أما صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مشاهدين فقد نقلت عن مسؤولين أمريكيين وآخرين رفضوا ذكر اسمائهم أن إسرائيل عبثت بشحنة البيجرات قبل دخولها إلى لبنان وزرعت كمية صغيرة من المتفجرات بداخل كل منها حيث تم تفجيرها عن طريق رسالة بعثات للأجهزة هذا ما يعززه أيضا خبير في البطاريات تنقل عنه صحيفة لوموند الفرنسية إذ يشير الخبير إلى أن احتمالية أن تكون متفجرات داخل الأجهزة هي السبب مرجحة بشكل كبير جدا فعندما تنفجر بطارية فإنها تطلق عادة لهبا ولكن في مقاطع الفيديو لا نرى أي لهب